مع وفاة الرئيس الراحي حافظ الأسد ومجيئ الدكتور بشار الأسد إلى سدة الرئاسة دخلت سوريا مرحلة جديدة لعل أهم ما يسجل على هذا العهد تخير شبه نوعيا على طبيعة النظام الرئاسي في الشخص إذ جاء نقل السلطة من الأب إلى الإبن فأصبحنا أمام نظام هجين لا هو بالنظام الجمهوري تماما ولا هو بالنظام الملكي تماما هو بين غيرنا أو مصطلحة على تسميته بالنظام الجمهوري الملكي وأنا أسمن كل الابترحات التي تحدثت عن أن يأتي من الطرف الآخر وأنا أقترح على الطرف الآخر أن يحدثونا عن دموقراطية حافظ السلطة لا تحد عن دموقراطية العد أنا أتحدى كل المخابرات أنه حافظ الأسد موجود لتحديك وأتحدى ابنه إذا عند حافظ الأسد في أدراجه ما يأتي لوسيقى عن تعاون مع النظام المسلم أتحدىه شكرا شكرا